شعب يريد بناية من جديد إنه صوت التغيير ذاته لا صدا أراد الشعب فأراد الله فانتقلت الساحات إلى القاعات وأدار اليمانيون ظهورهم لماضي أدمت أحلامه الخلافات والصراعات هناك كانت الأحقاد والمتاريس وهنا التقى الفرقاء والطلقاء على كلمة سواء في مشهد إذهال لا تصدقه العيون وربما عجز عن نقل تفاصيله الواصفون خمسمائة وبضعة وستون مثلاء بهم اليمنيون فحملوا إلى أرجاء هذه القاعة آلاما وآمال السنين معا قلبوا مواجع وآهات الزمن ومعا ذرفت مآقيهم دموعا سخينة لأجل اليمانيين واليمن عشرة أشهر من الإقدام والإحجام والنكث والإبرام أضنت المتحاورين وكاد أمدها أن يزرع اليأس في قلوب الآملين واليوم أثمرت الجهود وجاءت البشرى بأعزي وأغلى مولود الآن نعتبر وثيقة الحوار الوطني بما قدمتها ببيانها الختامي تعتبر هي وثيقة الحوار الوطني قد قره الحوار الوطني قد قره الحوار الوطني نعم إنه ميلاد بلد لا ولد ميلاد لا يشعر بحجم ما حفه من فرح إلا من ذاق مرارة ما رافقه وقاد إليه من ترح شتان بين الحالين بين نفق مظلم كاد أن يقود إلى الهاوية وبين جهود وتطلعات ستقود بإذن الله إلى عيشة راضية فاليوم يهيل اليمانيون بكل أطيافهم ومشاربهم على ماضي الفرقة والشقاق ترابا نسيان ليمضوا صفا واحدا موحدا صوب بناء يمن العزة والإيمان الواقع الذي أستلمته مر ولا زال مر إلى اليوم وما ورد في وثيقة الحوار الوطني هو صعب معقد إذا لا تقفوا جميعا إلى جانبي حتى لخرج اليمن لازم نقف صفا واحدا حتى لخرج اليمن من وضح الحالي خروج اليمن يريد استفاف وطني يريد استفاف العلماء ويريد استفاف الجامعيين ويريد استفاف الشباب والمرأة والشابات وجميع أبناء اليمن الخيرين أيها الدنيا أصيخي لهذه القمم والهمم التي نفضت راضية غبار ماضيها واتجهت صادقة مخلصة صوب حبل بارها إنه مشهد يستوقف الأشهاد وتتلاشى أمام إبهاره وإصراره الآلام والأحقاد لحظة وطنية تاريخية فارقة طالما تمناها وناضل لأجلها الفرقاء ومنطلق أمن وأمان جاد في سبيل الوصول إليه سخاء الأشقاء والأصدقاء فهاهم اليمانيون يسقطون الرهانات فتأتي كما شاء المخرجات والضمانات مجسدة حكمتهم صبرا وصفحا وعطا ثقة وثباتا ومضا ومن ثم يقدمون مثالا يحتذا وأنموذج فخار لا ينسى على طول المدى وغدا سلوا صنعاء كيف ستحتفي وقبل ذلك وبعده سلوا الدنيا كيف لها أن تسير على هذا النهج الحكيم وتقتفي إذن وصلنا إلى ختام جولتنا الأخبار لهذا اليوم الجميل والمميز في تاريخنا لم يتبقى في هذا من هذه النشاة